أفاد مصدرنا من مدينة والكايت التي تتواجد في غرب تيجراي أن قوات الأمهر المسلحة لا تزال مستمرة في سعيها لإحتلال أراضي غرب تيجراي بالكامل من خلال طرد السكان من أراضي تيجراي الغربية ومن ثم استوطان أبناء عرقية أمهر إلى تلك الأراضي بشكل غير قانوني وذكر المصدر أيضا أن مصنع والكايت للسكر كانت إحدى محطاتهم في الآوينة الأخيرة حيث تعرض المصنع لعمليات النهب بالكامل مصنع والكايت للسكر هو أحد مؤسسات التنمية التابعة للحكومة الفيدرالية التي وصلت إلى درجة عالية ولكن الآن أصبحت عرضة للسرقة من قبل القوات المحتلة في المناطق حيث أنهم يقومون بنهبها ولا سيما معدات البناء التي نجت من الدمار الذي لحق بالمصنع فهم يقومون الآن ببيعها لمصالحهم الشخصية وأنا لدي رأي شخصي بأنهم يجب عليهم متابعة هذه الممتلكات كونها كيان تابع للحكومة الفيدرالية مدينة والكايت ليست المدينة الوحيدة التي يتم عمليات استوطان أبناء عرقية الأمهر فيها فمدينة مايقابا هي مدينة مجاورة لمدينة والكايت حيث قال لنا أحد مصادرنا من تلك المنطقة أنهم يقومون بمثل تلك العمليات في المدينة أيضا مايقابا هي منطقة كان فيها هناك مشروع قيد الإنشاء لمصنع السكر ولكن المعدات للمشروع وامتلكات السكان التي كانت تتواجد في المدينة قد نهبت بالكامل من قبل القوات الغازية وأصبحت تستخدمها لمصالحها الشخصية وهذه المؤسسات ليست مفيدة للسكان في المدينة فحسب بل هي مؤسسات تنفع البلاد بأكملها ولذا يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مثل تلك الأفعال قوات أمهر لا تزال تحتل معظم أراضي تقرايا الغربية على نطاق مواسع والآن هناك مؤامرة مرة أخرى تحدث حيث يقومون باستوطان السكان الذين طردوا من مدينة واللقة وأبناء قجام في مدن تقرايا الغربية والمثال على ذلك هو أنهم بدأوا مؤخرا بدراسة منازل أبناء عرقية تقرايا في مدينة مايقابا لكي ينقلوا الأشخاص الذين أتوا من أجزاء مختلفة من إقليم أمهر إليها وهم يقومون أيضا بإجبارنا على تجهيز أطعمة من أجل استقبالهم هنا ونحن أردنا أن تصل هذه المعلومات إلى الجهات المعنية لأنه يمكنك الفهم من تلك التصرفات أن نواياهم هي خلق مشاكل لعرقلة اتفاقية السلام وأضاف مصادرنا أنه يجب على الحكومة الفدرالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج هذه القوات من أراضي تقرايا في أسرع وقت ممكن يمكن حل جميع مشاكلنا بشكل رئيسي من خلال تنفيذ اتفاقية السلام الذي تم التوصل إليها ويجب على الجهات المتدخلة في أراضي تقرايا الخروج منها والعودة إلى مناطقهم ويجب على العائلات التي نزحت عن أفرادها العودة إلى ديارهم ولذا على الحكومة الفدرالية أخذ المسألة على محمل الجد وليس هناك أي سبب للجلوس ساكنا حين يتسببون بمقتل ولزوح الأشخاص وبنهب امتلكات المؤسسات الحكومية أيضا وأيضا على كل من حكومة تقرايا المؤقتة والمجتمع الدولي القيام بدوره لحل مشاكل الشعب قون أن المشاكل التي يمرون بها صعبة للغاية ما يجب أن يحصل الآن وفقا لاتفاقية السلامة المعقودة هو العمل على أن تخرج القوات المتدخلة القوات الدخيلة من أراضي تقرايا بالكامل وهذه مسؤولية الحكومة الفدرالية ولذا يجب على الحكومة الفدرالية أن تعمل على إخراجهم في أسرع وقت ممكن وعلى حكومة تقرايا المؤقتة العمل مع الجهات المعنية ليجاد حلول وهذا هو نداؤنا